نرجع تاني للتفاصيل لكن خلينا نخش للعمق شوية مع دكتور تامر هو فيه مشكلات يعني هنسميها مشكلات تقليدية كده للتعليم سواء كسافة فصول بناء وتجديد للمدارس أو المنشآت التعليمية توفير الكوادر المؤهلة لكن كمان أنا عندي بقى دلوقتي مناهج احنا بتدينا نبص بشكل مختلف وهو فكرة تعليم ولا تعلم وإيه لنا محتاجه وإيه لنا مش بحتاجه وإيه لنا ميلي المهارات الخاصة بي كلمنا عن فكرة دمج بعض المواد خصوصا المواد العلمية أنها تبقى مجمعة بشكل مختلف عن تقسيماتها اللي احنا اعتدنا عليها في مرحلة السنة وإيه هي كانت مجمعة لحد إعدادك بتبقى مجمعة المواد العلمية تحديدا وكمان المواد الأدبية هل أنا ممكن أستغنى فعلا عن بعض المواد الأدبية أو يتم إحلالها بأخرى ولا لا طيب في البداية سمارة عمل بمصر الإشكالية كبيرة جدا في كل الأسر المصرية وإحنا كل السنة بنعاني من المشكلات ووصول مع التطوير السنوات وكده نبقى أقصر خبرة ودراية ومشكلات لكن اللي بيحصل في مصر العكس طيب هنا في أزمات كبيرة جدا في سنوان عامة بيشتكي منها كل بيت مصري اللي هي بين كسير الدروس كسير من ناحية والكتب الخارجية من ناحية تانية يعني إحنا الدروس كسير الطلاب بدأوا يحجزوا بالفعل من أول شهر سبعة تمام الكتب الخارجية بدأت المؤسسات الخارجية يتأملها وصعرهم بلغ فيها لا تتلاءم مع دخل معظم الأسر المصرية فهنا الدولة المصرية مش هتوقف عاجزة قدام كل اللي بيحصل دوت فهي دخلت في توقيت يعني حاسم جدا اللي هو توقيت دوت ده ضربة قاسمة لأباطرة الدروس كسير من ناحية وأصحاب الكتب الخارجية من ناحية تانية وهم دولة أكتر الناس بيقلبوا رأي العام على ما حدث طيب هل اللي احنا بنكلم عنه تطوير ولا تعديل الوزارة اللي هم تذكر كلمة تطوير في أي وسط إعلام تمام؟ قالت يا فنم إعادة هيكلة التطوير هيحصل للم تفنم بعد ثلاث سنوات اللي هو مع زي ما وزي زي ما قال اللي احنا بنطور المنائج التعليمية بدأنا من كي جي وان سنة 2018 وصلنا الأولى عدادي حاليا آه اللي دخلين أولى عدادي فعلا هو اللي تنبق عليهم من أول تاني عدادي لغى التالت سنوات حاليا كلها مناقج قديمة تمام؟ وبأن فنفيش تطوير لكن هنا حصل عملية عادة هيكلة يعني عندك مجموعة من المواد عادتي ترتيبها بشكل أو بآخر ايه اللي حصل يا فنم؟ أول حجرة في قولها السنوي كان فيها عشر مواد بقاهم ستا تاني حجرة في تاني سنوي كان ثمان مواد بقاهم ستا براك تالت سنوي كان سبع مواد بقاهم خمسة طيب هل ده كويس من ناحAA السيكولوجية حاليا صحيح 100% لكن إيه اللي تخفف بقى بس هي ديت والإشكالية فاندم اللي عملت شبه إيه حوار في سوشال ميليا إيه المواد اللي إحنا نطلحها وإيه المواد اللي إحنا ما نطلعها وبناء على إيه أنا طلعت مواد وبناء على إيه أنا أبكيت هذه المواد الثانية طيب نرجع تاني أنا أخش أولى سانوي أنا باعتبر الطفل أو الطالب اللي بيخلص إعدادية زي محرك قولة مواد مجمعة وبعد كي يخش إلى عالم تاني في قولة سانوي بيحصلوا صدمة تربوية وتعليمية هي صدمة أنا كنت بقول علوم أبص ألاقي كيمية وفيزياء وأحياء تاريخ وجغرافيا معافش رياضة كذا وكذا وكذا ده بيعمل أهندسة فراغية وكام ده ده بيعمل صدمة للطالب فهنا فاندم كان من الأهمية بمكان اللي إحنا نلم هذه المواد بحيث أنها تتناسب مع قرارات الطلاب العقلية